نوال كامل ليست بحاجة إلى رجل؟ لا، ليه بده يكون بحاجة إلى رجل؟ أنا بحاجة إلى الحب ما في إنسان بعيش بلا حب والحب الأسمى هو حب الله لإليك يعني لأنه كامل بدون شرط بدون شرط من كم سنة أنت؟ زمان زمان بس أنا بعيش علاقات عادية رابعة مع الناس وأنا بحب كل الناس لا، هذا طبيعي مقاتي ممثلة وشخصية عامة ولكن أنا عم بحكي أنا علاقة جسدية فكرية لأنني يعني فيك اللي تعيش بلا جنس عادي عادي جداً طبعاً هي هي لو ما نعمد الله ما بتقدري أكيد شو اللي بخليك تقدري تعيش بلا جنس؟ الحب الكبير اللي اكتشفته عند الرب لأنه أكد أدائي لك هيك؟ آه، زم ما بعرف زمان يعني عطيني عشر سنين؟ عشر سنين؟ عشرين سنة؟ تقريباً ولا مرة كان عندك؟ لا، بتظلي تحسن، تبهي الإحساس ما بيروح هيدا جسد الإحساس ما بيروح بس أنت شو بديك؟ كيف تلجمع حسيسك؟ ما فاكف كيف تروديها؟ يعني بحطها تحت سيطرة ما عم بتعزب حالك؟ عزب حالك؟ أو تكبت حالك؟ أنا أكيد بسأل أس... يعني أي حدا ممكن عم يشوثنا عم يسمعنا؟ أممكن يقول أنه ليه بدأ تكبوت مشاعره؟ أنه هيدا مشاعر طبيعية أنت بدك تختار... الله خلق فيها طبعاً، طبعاً، ما أنه شي ضد الطبيعة أبداً بالعكس بس أنت عم تختاري شي بديك تحملي مسؤوليته، نتاجه هيدا خيار حر ليه، 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 ليه خترتي هاشي؟ بأنه أنا بدي الحب اللي أنا بديه ليه خترت العفة؟ لا، 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 دي أشرح لكيها اشرحيها مثل ما بديك يمكن، يمكن، يمكن اشرحيها للناس اللي عم يسمعونها لأنه في كتير ناس ممكن يكونوا بفكروا مثلك أو مبسوطين بهيدا الكلام أكيد، طبعاً، طبعاً، هيدا خيار حر طبعاً يعني بتاع في... بس منحب نعرف يعني مربولوس الرسول بيقول يعني اللي مجوزة إذا تجوزت حدا مش بوقتها كانت تعفت في وسانية ويهود وبس يعني ولوقت الإجرى المسيح للمسيح إذا كانت مجوزة رجل مش مسيحي بيتقدس من خلاله أوكي؟ فخليك مع عموات التركية حدا مجوز العكس كمان بيتقدس من خلاله قاله إذا تعرفت على المسيح يعني وكانت مجوز خليك لأنه شريكك بيتقدس من خلالك إذا أنت تعرفت على المسيح وقدت أعذب نصيحتي إلك إنك ما بتتزوز لأنه بتصير بدك تقسم حالك بين إيمانك لالله وبين حياة العالم عرفته؟ يعني وقت الإنسان بكرس حاله بيكون عم بكرس أكترية حواسه وطاقته واجهده لربنا أكتر أمور العالم أنت عيش بالعالم بس ما بتعود تعنيكة يعني عرفته؟ ما بتعود تعنيكة وتزوّجت نوال مرّة مرّة؟ إيه، شفته؟ ليه، ليه؟ هالقدم تعطي أنا وعملي كانت زوّجت لازمي، شي بيضحك يعني ليه؟ يعني لأنه بيضحك، يعني تزوّجك زوّج بي... أه، لا؟ كان قدية كان عمرك أمممممممممممم وقتا تزوّزت أحد ما كان عمره؟ آآمممممممممممممممم تصدي بوحري يمكن الشي 21 عشرين شي هيك قد استمر زواجك؟ كم سهر؟ ليه؟ وليه بيدحك زواجك؟ بيدحك لأنه لأنه لك نحن يعني الزواج عنا هو عهد عهد التعاملية مع الشخص اللي عم تتزوجي بالسرائي والضراء إلى أن يفرقونا الموت نعم وبد يكون فيه يعني تحضير لهذا الزواج أنه أنت عارفة حالك لو أنك رايحة أنا زواجي صار هيك غبر سريع هو خوف وهروب لأنه كانت بعدني بوقتة مني ناضجة كفية ومعندي الوعي الكافي والمفهوم الكافي فكان هروب من أنه بدي أظهر من سلطة فيي بدي أظهر من سلطة خيال كبير وهيك يعني بدي أتحرر من سلطة العيلة يعني خبرتي لزواجك للزواجتي أنك تعرضت لها عاتلة أنا بنت كثير صريحة وكثير أفن تفهم؟ لو ما تفهم ما تزواجنا قبل يعني خبرتي قبل لا أكيد يعني عم نحكي وهيدي كانت زواج مرة واحدة وبعدين نظرت نفسك لا مش دغري لا أنا صحبت من بعده لا صحبت من بعده شخص ونغرمت فيه وإلى آخره هي ويك بس أنه بعدين استكرس إجا بعدين بعدين أخد وقت طويل زواجت ونغرمت ونغرمت في الـ14 وقت طويل غرمت أول غرم بكير إيه بس مستش باك للطاقة هل هل فشل علاقاتك وموت الأم وطراوما اللي تعرضت عليها الصدمة هي اللي وصلتك إنك تزهدي يعني خلص تقولي أنا ما بدي علاقة مع ربي ما بدي شي من الناس؟ لكن أكيد أثروا. أكيد بطريقة أو بأخرى. بس مش هن السبب يعني. السبب الرئيسي هو أنه أنا كتعم فتش على حب. قد ما أنا بدي يعني. كتعم بس أشرح لك قبل وغيرت الحوار. كتعم بقلك إنه أنا.